شركة الفاروق للسياحة تقدم لكم تنبيهات وإرشادات لحجاج بيت الله الحرام ما يخص الطعام واحد ابتعد عن طعام الصدقات والتدافع عليها واحتسب كل نفقة تنفقها في سبيل الله اثنان يفضل الاشتراك الجماعي بين أصحاب كل غرفة بجمع مبلغ مالي وتحديد شخص يتولى مشتريات الطعام ثلاثة الأوفر أن لا يشتري الشخص من حول الفندق لارتفاع الأسعار وقلة الجودة أحيانا أربعة ينصح بأخذ سيارة أجرة والذهاب للمطاعم المشهورة وإحضار الطعام منها مثل مطعم الرومانسية مطعم ريدان مطعم الطازج مطعم البخاري مطعم ريف العرب مطعم بيت الشواية سوق السمك المركزي إلى غير ذلك خمسة عند شراء الخضار والفاكهة اذهب لسوق الخضار المركزي واسمه هنا الحلقة فالأسعار والجودة أنسب ستة عند اشتهاء السمك اذهب لسوق الأسماك المركزي واسمه هنا حلقة السمك فالأسعار والجودة أنسب احفظ هذه القاعدة كلما ابتعدت عن المنطقة المركزية قلت الأسعار وارتفعت الجودة لكن لتوفير أجرة التكسي يكون الذهاب أو الشراء جماعيا ما يخص الأموال؟ واحد لا تستحب معك أي مال لا حاجة له كالذهب مثلا والعملات التي لا تصرف في السعودية كالشيكل واستحب منه معك ما يكفيك على الحدود فقط 2- قم بتوزيع مبلغ المال بينك وبين زوجتك أو المرافق لك 3- احذر أن تضع المال في جيبك أو في حقيبة على ظهرك واحرص على وضعه في محفظة تكون أمام عينيك ولو كانت تحت الثوب فهو أفضل 4- احذر من أماكن الزحام مثل المصاعد والأدراج وبعد صرف المال عند الصرف وعند كاشيرات المحاسبة وإذا شعرت بنفسك في زحام ففورا ضع يدك على مالك ولا تثق بمن يقف خلفك 5- احذر من عصابات التسول وادفعهم بالحسنى 6- اجعلك نصيبا من الصدقة وخير الصدقة اطعام الطعام وأولى الناس بذلك من يظهر عليهم الحاجة من رفقتك دون جرح لمشاعرهم ما يخص النقل والمواصلات 1- التزم بالنقليات المتوفرة عن طريق الوزارة 2- حمل تطبيق كريم أو أوبر وتدرب عليه فهو أوفر من التاكسي العادي 3- إذا ركبت تاكسي خاص في مكة وطلب سعرا مرتفعا فاطلب تشغيل العداد وإذا اعترض أبلغ أي شرطي قريب منك 4- التزم ذكر الله أثناء ركوبك في التاكسي ولا داعي للثرثرة والكلام الفضولي مع السائق 5- استخدم تطبيق الخرائط جوجل ماب لمعرفة المسافة بينك وبين المكان المقصود حتى لا يخدعك السائق 6- لا تخجل من سؤال ذو الخبرة من المرشدين والإداريين فواجبهم خدمتك وسؤالك لا يعني جهلك ما يخص الضلال في الطريق والمفقدات 1- احفظ عنوان الفندق واسمه فور وصولك واطلب بنا لاستقبال كارت الفندق واحتفظ به وقم بتوزيعه على من معك 2- إذا شعرت أنك ضللت الطريق فلا تتعب نفسك في البحث توقف وقم بالتالي اتصل بمرشدك وصف له مكانك قم بسؤال شراطي أو صاحب محل عن عنوان الفندق بإبراز الكارت اسأل عن مركز إرشاد التائهين وتوجه إليه 3- إذا فقدت مالك أو جوالك فأبلغ الشرطة فورا مع تحيات شركة الفاروق للسياحة جوال رقم 011-22-34-8035 011-25-30404 هاتف رقم 022-25-78-7-225 خمسة شكرا